نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عصر اليوم السباق الثالث لهذا الموسم والذي أقيم على كؤوس شركة الحصان العربي لخدمات الفروسية والبيطرية وكأس شركة مشاريع القصر السباق جرى على مدمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بسخير وبحضور عدد من أصحاب السمو وممثلوا الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قام السيد حسن المدحوب مالك شركة الحصان العربي لخدمات الفروسية والبيطرية بتقديم كأس الشوط السادس إلى المالك الفائز عبدالله القعود كما قدم كأس الشوط الثامن إلى المالك الفائز هادي العفو فيما قام السيد وليد الرئيس الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع القصر بتقديم كأس الشوط السابع إلى المالك الفائز علي جعفر درويش كما قدم جوائز إلى المدمر والفارس الفائزين بالمركز الأول في الشوط السابع هذا وقد اجتمل السباق على ثمانية أشواط ترجمة نانسي قنقر